الحادي عشر من ربيع الثاني عام 1307 هجرية الموافق الرابع من ديسمبر عام 1889 ميلادية الساعة الرابعة بعد الظهر كانت مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري على موعد لميلاد العلامة عبد الحميد ابن محمد المصطفى ابن المكي ابن باديس لأسرة صنهاجية أمازيغية عريقة في الحسب والنسب أنجبت القضاة والعلماء والسلاطين والأمراء ابن باديس أسرة مشهورة بالذكاء والعلم والثراء والجاع أذكر في هذا الموقف كل العناصر التي كان لها الأثر في تكويني حتى تأخذ حظها مستوفا من كل ما أفرغتم على شخصي الضعيف من ثناء ومدح إن الفضل يرجع أولا إلى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحة ورضي لي العلم طريقة أتبعها ومشربا أرده وقاتني وأعاشني وبراني كالسهم وراشني وحماني من المكاره صغيرا وكبيرا وكفاني كلف الحياة فلا أشكرنه بلساني ولسانكم ما وسعني الشكر كان عبد الحميد الإبن الأكبر لوالديه فأمه هي السيدة زهيرة بنت علي تنحدر من أسرة ابن عبد الجليل العريقة بقسنطينة التي عرفت بابن جلول ووالده محمد المصطفى ابن باديس من أعيان مدينة قسنطينة إلا أنه كان مرتبطا بالحكومة الفرنسية فشغل منصب مسشار عام ومندوب مالي بقسنطينة وعضو المجلس الأعلى للحكومة إلا أنه عرف دائما بدفاعه عن مطالب حقوق السكان بالعمالة القسنطينية وقد لقي ابن باديس كل عناية ورعاية من والده حتى أنه قال له يا عبد الحميد أنا أكفيك أمر الدنيا أنفق عليك وأقوم بكل أمورك فاكفيني أمر الآخرة كن الولد الصالح الذي ألقى به وجه الله تعالى ما أعقل هذا الوالد أفطنه وقد بقي ابن باديس يعترف بهذا الفضل لأبيه فقد قال في حفل ختم تفسير القرآن الكريم سنة 1938 ميلادية قال إن الفضل يرجع أولا إلى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحة ورضي لي العلم طريقا أتبعها وبراني كالسهم وحماني من المكاره صغيرا وكبيرا وكفاني كلف الحياة فلأشكرنه بلساني ولسانكم ما وسعني الشكر والأسرة الباديسية المباركة نبغ منها شخصيات تاريخية لامعة في التاريخ القريب والبعيد ومن أبرزها قاضي قسنطين الشهير أبو العباس إحميدة بن باديس وهو ممن وصلت إليه الرئاسة والقضاء والإمامة في القرن العاشر الهجري وكذلك الشيخ المفتي بركات بن باديس والشيخ النحوي المقرأ أبو عبد الله محمد بن باديس العالم بعلم القراءات والمتفنن في اللغة والنحو الملقب بسيبويه زمانه ومن أسلافي عبد الحميد المتأخرين جده الشيخ القاضي مكي بن باديس وقد كان معظما عند الناس لكرمه وبذله وعطائه ولا ينسى أهل الجزائر الدعم المالي الكبير الذي قدمه للناس أثناء المجاعة التي حلت بالبلاد عام 1862 ميلادية وعمه إحميدة بن باديس النائب الشهير عن مدينة قسنطينة الذي لما رأى ظلم فرنسا واستبدادها لم يسكت بل أرسل عريضة ضمنها مظالم الإدارة الاستعمارية التي استحوذت على الأراضي الخصبة وتركت الجزائريين للفقر والجوع كما طالب بالحرية الدينية وإصلاح القضاء غير مبال بما قد يعقب ذلك من الإيذاء وذكر بعض الكتاب أن قسما من عائلة ابن باديس ممن جاهدوا بالسلاح وكانوا قادة في ثورة الأمير عبدالقادر الجزائري وبعد إخماد ثورته تم أسرهم وإرسالهم إلى فرنسا ليودعوا في سجن باريس ثم أفرج عنهم عام 1852 ميلادية وتم نفيهم مع الأمير عبدالقادر الجزائري إلى بلاد الشام كانت الأسرة الباديسية منذ القدم ذات نفوذ ومارسة للسياسة والحكم في المغرب الإسلامي ومن أشهر رجالات هذه الأسرة في التاريخ البعيد الذين كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يفتخر بهم كثيرا الأمير المعز لدين الله بن باديس مؤسس الدولة الصنهاجية في القرن الخامس الهجري يعني قبل أكثر من ألف سنة إنه أمير نصر السنة وقاوم البدعة وحارب الرافضة الباطنية في إفريقيا فأبعد النفوذ العبيدي الفاطمي عن المغرب وأعلن مذهب أهل السنة والجماعة مذهبا للدولة وعمل على تنظيم انفصال المغرب الإسلامي سياسيا ومذهبيا عن حكم العبيدي ولعل سبب افتخار العلامة عبد الحميد بن باديس بجده المعز لدين الله لأنه يرى نفسه خليفة له في مقاومة البدع والضلال فجده ناضل الإسماعيلية الباطنية وبدعها والحفيد حارب خرافات الطرقيين وبدعهم والأمير المعز لدين الله بن باديس هو ابن الأمير باديس ابن المنصور والي أفريقيا والمغرب الأوسط الذي حكم عام 386 هجرية وهذا الأمير سليل الأمير بلكين بن زيري الذي تولى الإمارة عام 362 هجرية من هذه الأسرة العريقة انحدر العلامة ابن باديس سليل الأمراء والصلاطين والعلماء الربانيين أيها الأحبة إن المطلع على الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر يدرك بأن تلك اللحظات التاريخية كانت حرجة تنتظر شخصية كشخصية ابن باديس تقوم بدور ثوري وجهد النهضوي يضيء الطريق أمام الحائلين ويجمع الشتات ويوجه الطاقات ويبعث الشخصية الإسلامية من مرقدها بعد أن أتاها البلاء من كل مكان وأصابها القرح وتكالمت عليها ذئاب الغرب وهكذا جاءت الأيام بالمولود الجديد منكذ الأمة وقائدها لصنع مصيرها وتصحيح مجرى حياتها نعود الآن إلى تاريخ 4 ديسمبر 1889 ميلادية وأبشركم لقد ولد ابن باديس ترجمة نانسي قنقر